هذا الذي وقع من هذا رئيس الوزراء التعبان هذا منكر عظيم وديننا أوجب علينا النهي عن المنكر هذا يجب أن لا تمر مرور الكرام هكذا ببساطة إيانا أن نحقر أنفسنا أو نحقر أنفسنا نقول إحنا ناس شنو بيدنا شنو نقدر نسوي أمير المؤمنين عليه السلام ما كان يفكر بهذه الطريقة أصحابه الأبرار المجاهدون العظماء ما كانوا يفكرون بهذه الطريقة لماذا؟ لأنه روي عن رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله قوله لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله فيه مقال فلا يقول فيه يعني شوفوا الآن هذا منكر قد وقع هذا على أدنى تقدير لابد أن يكون لك مقال في هذا المنكر لابد لازم تتكلم ما يصير تسكت هذه يهانة لأمير المؤمنين عليه السلام هذا استخفاف بأمير المؤمنين صلى الله عليه أن في ليلة شهادتي يذكر عدوه الظالم الفاجر بالترضي والثناء والاعتراف بخلافته هذا استخفاف هذا منكر فإذا لا يجوز لك السكوت لازم تتكلم طيب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ماذا يروى عنه أنه قال لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله فيه مقال لازم يتكلم في الله ولله فلا يقول فيه فيقال له ما منعك ليش ساكت الكلام اللي عادة الناس تقوله إحنا شن نبيدنا يطلع شن نقدر نسوي يعني ونخاف من ذولة سطوتهم بيدهم الدولة بيدهم ميليشيات بيدهم بيدهم فيقال له ما منعك فيقول مخافة الناس فيقول هنا القائل الله تعالى تسمع يوم القيامة يقول لك ولما يحاسبك لما ينفعك هؤلاء الناس الذين اتقيتهم وخفتهم فيقول فإيايا كنت أحق أن تخاف تخاف من ذولة الخمة ذولة أنا أوجبت عليك أنا قلت لك عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ما رخصت لك أن تسكت في مثل هذه المواقف لازم تتكلم فإذ سكت وخفت من هؤلاء ما خفتني أنا الآن أنا علمك الشيء السابقون من أوائل الشيعة العظماء الأوائل ما كانوا يخافون من هؤلاء لذلك مضوا شهداء إحنا التشيع تاريخ من الدم والتضحيات ليش هكذا تعلمنا من إمتنا وعظمائنا هذا الرجل شقوا جوفه وملؤوا بالحجارة وصلبوه شلون عذاب هذا ومع ذلك لم يتراجع ما خافهم خاف الله عز وجل سؤال هذا الرجل ما كان يقدر أنه يبرأ من علي عليه السلام يقول الله أنا ذاك اليوم لما وقفت عند علي وقلت أبرأ من الاثنين يعني أبرأ من أبي بكر وعمر وأبرأ من الثلاثة أنا بعد تبتو إلى الله يعني خلص من الآن فصاعدا رضي الله عن أبي بكر وعمر رضي الله عن عائشة وحتى عن معاوية إذا تردون لأنه ابن سمية كان يحكم تحت راية وحكم معاوية وبالفعل هناك وناس فعلوها بالمناسبة ونجوا وشنو كانت ماذا كانت إجراءات ابن سمية هذا لعنه الله اللي هو أيضا أحد الخونة هو ابن سمية نفسه كان عاملا لأمير المؤمنين عليه السلام هذا زياد بن أبيه نفسه عاملا قربه ابن عباس بعدين لما فر ابن عباس جعله في محل فصار من جملة عمال أمير المؤمنين عليه السلام لكن لما استلحقه معاوية اصطف مع معاوية وانقلب على أمير المؤمنين أو على الإمام الحسن من بعده فكانت فكانت إجراءات أنه يستدعي الناس واحد واحد يقول تبرع من علي وتتولى عثمان أم لا فإذا قال نعم نجى إذا قال لا قتله هذا رجل إذ فعل فيهما فعل فعل بهما فعل معنى ذلك أنه لم يرضى أن يتنازل عن مبادئه عن تشيعه ورفضه لم يخف الناس وإنما خاف الله جل وعلا ففاز أما في المقابل هؤلاء الذين خانوا وضعفوا واستكانوا وخافوا الناس أين هم الآن في مزبلة التاريخ حقراء يسقط يسقط اعتبارهم من الأعين لا مقام لهم لا كرامة لهم لا مجد لهم